السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن ولا وسلم يا ربي تسليما كثيرا على سيدنا محمد خاتم الأنبياء ورسوله فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون في قصة صغيرة كده حصلت لمريضة عندي جات للصيدلية لقيت وشها بايز حبوب وبني وشها بايز وطبعا كان متابعة كثرة مش متخصصين وناس على اليوتيوب وناس على النيت فوشها كان متضمر تماما طبعا أنا بستشهد بالآية القرآنية فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون أنا ليه حدود وليه تخصص ما تعدهوش فقلت لها تعالي ونصحتها بالذهاب للأستاذ الدكتور سامة بوزيت أستاذ الجلدية طبيب جلدية عشان يلحق يسعفها لقلت لها خدي الكريم ده ولا قلت لها عملي كمدات حلبة ولا قلت لها عملي كمدات حلبة حصة ولا قلت لها خدي أنبول إزاز حطيها على وشك ولا قلت لها أي حاجة أنا كفيت عمل كده أنا كفيت عمل اذهبي لأهل التخصص فذهبت للطبيب وما شاء الله طبيب من خلال علمه والمؤتمرات العالمية اللي بيذهبها ومن خلال تجربه مع المرضى راجل أستاذ دكتور تدي ترائب العلاج كتب لها علاج بسيط أكريتين وبعدين عرف من خلال التحليل أن فيه خلل هرموني معين فكتب لها دواء اسمه ديان 35 الدواء ده غير مرخص في جمهورية مصر العربية ولكنه مرخص وموجود في دول أوروبا البنت عن طريق قريب لها بره جابت العلاج مشت عليه ما شاء الله بشرتها اتحولت وبقى وشها جميل وجات الصيدلية دعت لي مجموعة أدعية ما شاء الله ففعلا فعلا اذهب للمختص اد العجين للخباز ولو كان نصه فيا جماعة الفيديو ده مخصوص علشان كل واحد يتقيد بتخصصه بلاش الافتقات وبلاش الافتكاسات كل واحد يعرف حدوده ايه ده طبيب البطنة ما بيقدرش يتكلم في حالة عزام دكتور العزام ما يقدرش يتكلم في حالة مخه وعصاب دكتور الأنف والأزن ما يقدرش يتكلم في حالة نسا كل طبيب لتخصص اللي مجال علمه فيه مع ان كلية الطب كل الأطباء درسين ست سنين طب وسنة امتياز لكن مفيش واحد بيتدخل في تخصص واحد تاني واحد من من انصار الحلبة من انصار الحلبة اطحاني حلبة وحطيها يقول انت بتروج للأطباء الروج لأطباء مين دي أسماء علم في مجال الطب وعلماء ولو حبيت تروح له أو تقابله ممكن مثلا شهرين أو ثلاثة لغاية ما تلاقي دور فربنا يوعدنا ويزدنا من العلم ويا رب يا رب يا رب ما نتعداش على حدود غيرنا دمتم بصحة وعافية يا رب ولا احتكتوا اي طبيب ولا اي سيدلية ولا اي دواء ولا تنسوا ذكر الله والصلاة على رسول الله سلام عليكم